طيب تزعلي حياة طبعا بكرة الجمعة وفي مليونية كبيرة جدا بتتحضر لبكرة خاصة بعد أحداث محمد محمود وبعد أحداث مجلس الوزراء وبعد أحداث المجمع العلمي في رأيين في رأي بيقول أنه لازم ننزل ولازم حقنا يكون موجود واللي حصل ده غير مقبول بالمرة من كل المشاهد اللي شفناها إذا كان اللي حصل مع النساء أو اللي حصل مع حتى الشباب وفي رأي تاني بيقول أنه خلي حساباتنا على جنب شوية ومصر محتاجة هدنا رأي حضرتك إيه؟ هو في بكرة ناس دعين لأتنين مليونية مش مليونية واحدة بكرة ناس بيدعوا لمليونية غدا في ميدان التحرير وفي آخرين بيدعوا لمليونية في العباسية بتقول لا للتخريب والآخرين بيقولوا رد الاعتبار ورد الشرف وكده كلا الجانبين له الحق في التظاهر السلمي لكن ينبغي أيضا على منظمات المجتمع المدني ولها مني كل الاحترام والتقدير وكذلك وسائل الإعلام بتبصير الجميع بفلسفة التظاهر بحق التظاهر حق التظاهر حق مكفول للجميع لكن ينبغي على المتظاهر ألا يستخدم هذا الحق في تعطيل مرافق الدولة ما يقفليش مجموعة وتمنع وزير يدخل أو تمنع وزارة أنها تشتغل أو يغلق مصنع أو يقفل مدان التحرير وواحد جاي يختم ورقة عايز يسافر مهندة بالليل ما يعرفش وطيارته بتطلع مرة في الأسبوع لا طبعا مش المفترض أن احنا نعطل أي مسار أي عمل أنا بحتاج أو بتظاهر أو بخالف الدولة الرأي هذا حقي وحق التظاهر مكفول للجميع طبعا لكن لا يجب استخدام الملوتوف وأنا بعبر عن حق التظاهر ولما يرقى القبض عليه تطلع 30 منظمة تقولك انفرجوا عنه فإذا يعني تعطيل الملوتوف اللي كان بيتحذف من فوق مجلس الوزراء ده يا فندم ده كان إيه ده محل تحقيقات ولا أستطيع أن أقول من هذا الذي هذا مجرم أيا كان يعني اللي بيرمي ملوتوف ده أيوة من أي جهة أيوة مين عنده مين عنده الصلاحية أنه هو يدخل يعني اللي في الشارع ما هو ما هو ما هو ما هو ومنقول عليه واخد فلوس علشان يحرق مين بقى يعني أنا معرفش مين لكن النهاردة اللي عايز يدخل وعند حضرتك فاكرة اللي بيرمي الملوتوف بيخش يفتح الباب بالمفتاح أو بيقول ثم هو بيطلع فوق فيه ناس بتطلع في الدور العاشر على الموسير فده طالع الدور التاني يعني فيه ميت سبيل واسيلة يقدر يطلع بيها لكن مسألة استخدام الملوتوف أكيد لا طبعا واستخدام العنف غير ما سموح من المرة من أي جهة أي أن كانت واستخدام السينج اللي احنا شفناها فكل هذه الظواهر المؤسفة لا فإذا طيب ينبغي أيضا إعمال القانون إعمال القانون على رئيس الوزراء وعلى المواطن وعليها وعلى حضرتها حقيقة النهاردة القانون بيمنع من يقوم بتعطيل منشأة بمنشأات الدولة حسب لما يجي واحد النهاردة عايز يمنع وزارة أنها تشتغل أو عايز يمنع هيئة حكومية أنها تعمل اليوم هذا ليس حقه على الإطلاق ولا يوجد أي قانون في العالم ولا يوجد دولة في العالم تسمح بذلك الرئيس الأمريكي أوباما فيه ناس كتير ما دلتوش أصواتها مختلفين عليه شيء طبيعي هل يروح ألف واحد يقف وقول أوباما منتج دخل البيت لابيا دلهم خلاص هروح أقجر فيلا في شارع مش عارف إيه ودين منه الدولة مش هيحصل ولا أي دولة في العالم ممكن تسمح بكده طيب حضرتك شايف نعمل دلوقتي حضرتك شايف إحنا رايحين عن الفين خلصنا النهاردة هو تاني يوم في الإعادة في المرحلة التانية ليس المرحلة التالتة حررتك شايف إيه اللي حصل أنا شايف إن شعب مصر ده شعب عظيم الشعب اللي العالم كله وقف لينحني أمامه احتراما وإجلالا على ثورته البيضاء وقف العالم أيضا لينحني احتراما وإجلالا وتقديرا لشعب مصر اللي عمل الانتخابات الحرة النزيهة بسلام ما شفناش فيها أي بلطجة ولا أي عمل ولا عنف وفيه احترام متبادل بين كل القوى السياسية رغم يعني شوية المناوشات السياسية البسيطة لكن في النهاية انتخابات حرة وديمقراطية بتجري تحت إشراف قضاء كامل انتخابات نزيهة طيب دي خطوة أكثر من مبتازة على طريق الديمقراطية يعني النهاردة كان فيه ناس بقول لا ما تعملوش الانتخابات وعايزينوا ما اعملوش الانتخابات شنونة لكن المجلس العسكري عاوز يقعد يعني عايز يفتعل مشاكل وخلاص فإذا النهاردة الخطوات الدستورية بتتم مجلس الشعب هيعقد جلساته الأولى يوم 23 يناير طيب بعد كده دخلين على الانتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير وحنخلص إن شاء الله بعدها مثلا على أوائل مارس حنعقد مجلس الشورى فيه بعد كده إعداد الدستور الجديد واختيار رئيس الجمهورية فالخطوات الدستورية ماشية والمجلس العسكري هيسلم السلطة للرئيس المنتخب ولا السلطات تتوقع أن كل الخطوات دي يا فندم هتم بنجاح أيها هتم وحتتم بنجاح وزي ما مرت الانتخابات اللي خوفونا منها وقالوا ما تعملهاش مرت بنجاح هنكملها كل الخطوات هنكملها لأننا تجاوزنا الأصعب الحمد لله النهاردة تلتين المرحلتين تموا أنا لسه عندي المرحلة التالتة خلاص هي وشيكة وقريبة هنخلص الانتخابات والانتخابات مرت بسلام وفيه برلمان بيعبر عني يعني أنا برضه ضد الديكتاتورية الأقلية يعني أنا مش من حق أجيب عشر تلاف واحد وعايز أفرد رأيي بالقوة عليهم أو عايز أختار رئيس وزراء أنا وخمس تلاف واحد أجيب أحد الزملاء فوق في التلفزيون هو ده رئيس الوزراء يا إماتة الحاخر بالبلد هذا ليس حقا لأي مجموعة أو لأي عدد من الأفراد يعني إذا حق التظاهر الكل يكفل حقه كل ما يكفل حق التظاهر لكن أؤكد أننا ضد التخريب ضد جرح أي مواطن مصري أيا كان اسمه أو صفته أو موقعه حتى لو كان أبسط وأصغر مواطن أو طفل أو شاب أو شيخ أو حتى مسؤول أو ضابط جيش أو ضابط شرطة أو عسكري مجند لا كلنا مصريين وكلنا نتعلم الاحترام المتبادل والخلاف في الرأي لا يفسد للودة قضية وأن يرحد كل مننا بالرأي الآخر وأن يتم إعلان الأسماء أو يتم شرح أكثر للمواطن المصري علشان نبقى فاهمين اللي احنا فيه ده مؤامرة واللي احنا فيه ده فعلا مش حقيقي ولا اللي حصل ده حقيقي محطة لكن أنا بقول أنا بأكد كل احترام وتقدير للمعارضة الوطنية المصرية التي مهدت لصورة 25 يناير هذه المعارضة الشريفة لكني لا أرحب بالمعارضة بأجندة الخارج أو بأموان الخارج أكيد أستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والخبير في شؤون القضائية بشكر حضرتك فاندم على وجودك معنا وأتمنى بما إن حضرتك على علم بالمصدر المسؤول وبالأخبار أنه كمان يتم إعلان بقى الأخبار لأنه من حقنا نفهم إيه اللي بيحصل فينا فور انتهى التحقيقات هتوعدم بإذن الله قريب بسيئة فاندم شكرا مشاهدين نروح لفاصل ونرجع نستكمل بقى فقراتنا في نهارك ساعي تابعونا